يعني بالنسبة للوردن على تماس مباشر مع الضفة الغربية وبالتالي يرى أن التحرك الجيش الاحتلالي الإسرائيلي وحكومة اليمين بقمع المقاومة في شمال الضفة الغربية واستهدافها بكل أدوات العسكرية التي تلحق دمارا في البنى التحتية مع خطاب سياسي واضح تبناه حتى وزير ما يسمى بوزير خارجية الاحتلال دعا فيه إلى إخراج الفلسطينيين من بيوتهم ومن المخيمات بحجة استكمال العملية العسكرية بمعنى يريد أن يخلق حالة نزوح داخل الضفة الغربية وحالة من الفوضى تمكنه من تدمير البنية الاجتماعية والديمغرافية وبالتالي تمهيد الظروف لإمكانية إحداث نوع من الترانسفير أو التهجيد للفلسطينيين من أرضهم وهذا قرع ناقوس الخطر في العاصمة عمان وأشعر لردن بأن هذه الاستراتيجية ممكن أن تتطور وتصبح على نطاق أوسع وأن هذه الهجمة قد تكون واحدة من سلسلة هجمات سيتبعها لإحتلال إسرائيلي لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي وتدمير البنى التحتية في الضفة الغربية لذلك وجهت تحذيرات ودعب لتدقل أوروبي وأن يكون هناك موقف دولي ضد هذه الإجراءات الإسرائيلية وتفاعل مشكل رئيسي مع الاتحاد الأوروبي من خلال ممثل السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل ومع شارما ميشيل اللي هو رئيس المجلس الأوروبي لفرض عقوبات وشجع على فرض عقوبات على وزراء في حكومة الاقتلاف الإسرائيلي خصوصا أن جوزيب بوريل انتقد تصريحات وزير خارجية الاحتلال كاتس لكن إلى أي حد يمكن أن تكون هذه الخطوات فعالة لردع الاحتلال المسؤولون الأوروبيون خلال العشر الأشهر من الحرب على غزة دانوا وتحدثوا كثيرا لكن دون جدوى يعني قدرة هذه الاستراتيجية على ردع الاحتلال صفر هذا شيء مؤكد والاتحاد الأوروبي بالنهاية ينحاذ ويميل أكثر فأكثر باتجاه السياسة نتنياه وسياسة جيش الاحتلال وسياسة اليمين الإسرائيلي والدليل أن الجوزيب بوريل وما يمثله هو وشار ميشيل تم إقصاهم عن السياسة الأوروبية لن يتم التجديد له كمبعوث أو كمسؤول للسياسة الخارجية الأوروبية وكذلك رئيس المجلس الأوروبي وجيء برئيسة وزراء أستونيا لتحل مكانه وهي عبارة عن دمية لدى الألمان وتم التجديد أيضا لأرسيلة فوندرلاين اللي هي الألمانية التي هي مفوضة الاتحاد الأوروبي وبالتالي ألمانيا أصبحت تسيطر على المفوضية وأصبحت تسيطر أيضا على الممثلية السياسة الخارجية لعل هذه هي الطلقة الأخيرة في جعبة جزب بوريل يريد أن يحرج وخصوصا أنه يمثل التيار الإسباني ذلك الاتحاد الأوروبي وإسبانيا معلومة أن مواقفها مناهبة مناهبة هي ومجموعة من الدول الأوروبية لكن هذا تم إقصاء هذه المجموعة والآن ألمانيا هي التي تسيطر هذه الطلقة الأخيرة في جعبة بوريل يريد أن يحرج فيها الألمان قبل أن يخرج من تمثيل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في سياسة الخارجية يريد أن يلقي هذا العبع على الألمان قبل أن يخرج وبالتالي أن يحرج الأوروبيين وأن يفتح الباب لدول الأوروبية في حال أن الاتحاد الأوروبي لم يذهب لفرط عقوبات فإن يفتح الباب على الأقل لدول الأوروبية ولو بشكل منفرد اتخاذ إجراءات وعقوبات ضد سمودريتش وبنغافير هو يريد أن يخلق حالة من الارتباك وربما التصريح من الخارجية الألمانية التي قالت وصفت إسرائيل بالقوة المحتلة في الضفة مؤشر على هذا الامتعام هو شعور بالإحراج نسيجة هذا التحرك هذه المبادرة من جوزيك وريل فحاولت الألمان أن يحتبوا وأن يصعدوا وأن يعتلوا هذه الموجة لكن أريد أن أقول لك بالنهاية هذا التحرك الأوروبي لا معنى ما هو عبارة عن صخب وضجيج لن يؤثر على تلوك الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ما يساوثر هو موقف عربي أكثر تشددا من الكيان الصهيوني عدم الاكتفاء فقط بهذه البيانات وهذه الاستعراضات الدبلوماسية التي لم تغير شيء لم تمنع الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب مجازيره في قطاع غزة لم تمنع الاحتلال الإسرائيلي من بناء المستلطنات في قطاع غزة طوال 30 عاماً الماضية يعني كل الإجراءات القانونية في العدل الدولي في الجنائية الدولية الإجراءات الدبلوماسية التحركات الأوروبية الأستعراضية على مدى 30 عاماً الماضية لم تقيد حركة الاحتلال في الضفة الغربية ولم تمنعه من التمدد وزيارة المساحة بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي الضفة الغربية أو الاقتحامات للمسجد الأقصى كل هذه السياسة كانت نتيجتها صفر إذا أراد العرب أن يبعوا حداً وأن يردعوا نتنياهو من الذهاب بعيداً إلى ما هو أبعد من مجرد اجتياح شمال الطفل الغربية عليهم أن يتخذوا إجراءات أكثر تشدداً وأن يعلنوا بوضوحة دعمهم للمقاومة الفلسطينية واباً اسمح لي السرقات ولن يردع نتنياهو